السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتقت اليكم جميعا بعد طول غياب بسبب مرضي بالوباء الذي اخاف العالم وحصد الارواح لم اكن ارغب في الحديث عنه ولكن ربما نصيحة من هنا او هناك تنفع احدا كيفاش كانت بداية المرض اولا لازمت البيت تقريبا من اللي بدأ الوباء يعني كنت حاضية رسم زيان من ناحية النظافة والتعقيم وعدم الاختيالات لكن شاءت الاقدار ان يصاب الزوج اولا بالمرض اللي ظنينا فقط زوكام عادي مرض اخضى انتيبيوتيك دازل الامر عادي مدر لا تحليل الولو ولكن كانت نفعها الرياضة يعني دي ما كيمشي يجريه وتريني مراهب ديس كان حس بعظامي مدك دقين ما كان قدرش نوت من بلاستي بحالي لولت عندي واحد مئة عام زائد حرق الراس والسخانة وما كان فيها لا سعال لا زوكام ولا ازهال فقط حرق الراس اخذيت البراسيتامول وبقال الحرق حتى نهاية الأسبوع تقريبا يعني من الاثنين حتى لديك سبت سبت اخذيت شي انتيبيوتيك وشي كام نمشي تشل طبيب الأسبوع الثاني مش حرق الراس والسخانة وجدت المرحلة الأصعب لالاختناق وانقطع التنفس ومجرد أي حركة بسيطة كي يجي السعيل المتواصل حتى كتحس بعينيك يعني بحالة غدين يخرجون بلاستهم لكن الأصعب هو انقطع التنفس صافيك تشوف الموت بعينيك الله يحفظ جميع الناس منه درجة حتى النوم كيوليك يشكل واحد العائق يعني الوقت اللي تبغي جيتك كي يجيك ذك السعيل المتواصل وصعوبة التنفس حتى اضطريت نمشي لكلينيك في واحد الإلاد رقيت أن المرض متمكن من رئتين بخمسة بالمية وخاية نسبة قليلة لأنها عدبتني مزيان ندروا لي الأكسجين دقوا لي واحد الإبرا باش تخففها لي وخرجوا لي الدو هذه الدواء كان فيه أنتيبيوتيك الكورتيكويد فيتامين D فيتامين C الزنك وحبوب ديال الدورة الدموية فيهم العسپيرين وإبار ديال تختار الدم لأن هذا المرض الخطورة دياله وأنه يختار الدم واحد البنت مسكينة عندها 25 عام يعني ما كتعني من حتى شي مرض مزمين وما دواتش المرض في الأول وتمكن من الرئة وتوفات الله رحمها أهم شيء هو الإنسان ما يخافش لأن أكثر اللي ماتوا ماتوا من الخوف من المرض وبالتالي كتهبط المناعة ديالهم وهذا المرض خاصنا نعليه فيه المناعة خاص الأكل يكون طبيعي خبز الشعير ممنوع شي حاجة مصنعة ناكل الفواكه منوع تشرب شي حاجة بردة خاص دائما شي حاجة سخونة بحل حسوب العشاب المدية الببوش الشرب ديال القرنفل مع الزعتر وأيضا تبخره بالقرنفل والشيح والأوكاليب جوس المهم هو الأكل يكون طبيعي وقدرت نصف كيلو عسل مخلط مع العقبر وغذاء الملكات وقد كنت أخذ كل نهار ملعقة صغيرة الحمد لله لأن تحسنات الحالة وليت نقدر نخرج ونتمشى ونطلع في الدروش لأن في الأول مكشة نقدر نهائيا نتحرك مبلاستي يعني إلا طلعت في الدروش مشكلة وليت نقدر نشقى ونطيب في الأول مكشة كان لود مبلاستي لأن من اللي كيجيدك السعال المتواصل يعني سبحان الله كتشوف الموت بعينيك للأسف عادية حتى الوالدة ديالي مسكينة وفيها مرض سكري لكن الحمد لله جهة غير بالنعاس يعني كتنعس وكتغيب هذا هو العرض الوحيد اللي جهة مع أن الريا ديالة كانت من قيوسها تقريبا مشي 10% يعني الضوبل ديالي الوالدة كان كيجي عندي للطار ما شداتوش الحمد لله ربما حيث هو مدوم على أكل حلبة سينين ومدومها كي يأخذ ملعقة كبيرة كل نهار المهم حاولت نجمع المعلومات ما أمكن من خلال جربتي الشخصية لربما تنفع شي حد الله ينجيكم منه فقط حاولوا ما ترخيوش على ريوسهم إلي حسيتوا بشي حاجة ومن الأحسن لواحد يدويره سوف يداره على الأقل كتأكل أكل طبيعي أما في السبيطارات أو الكلينيكات رأي طيابهم غير بزيطرامية والناس كتحطم لاين صحيحة وفي الأخر كتموت هو مرض جا ما عرفنا جنو جاي في قادم الأيام خصوصا ونحن بأيدي ناس للأسف كتسير العالم وبطريقة إجرامية كيتلقوا الأمراض ويبيعون لنا الدوايات كل شي عندهم بزنس مع أنهم كيددعيوا الإنسانية كيددعوا على حقوق الإنسان اللي هما أول ناس كيهضموها إحنا الشعوب الطرف الضعيف هذه العلاقة هل الأقل نحمي رأسنا بالأعشاب بالأكل الطبيعي ونبعدوا ما أمكان من كل ما هو مصنع أراها الصحة ما كنحسوش بقيمتها حتى كنفقدوها مع أننا عارفين الوقاية خير من العلاج وأغلبنا ما كيدرش الرياضة وما كيهتمش بالأكل الصحي ونهار كان مرضو كتولي ساعة من الألم بحى الأيام والأيام بحى الشهور دبرة كان نهضر وكان حسب مرة مرة بالتنفس كيتقطع شوية يعني بقي ما كينش ذاك الجاد ولكن الحمد لله أعسى من الأول إحنا عارفين الوقاية خير من العلاج وأغلبنا كيما قلت ما كان نديروش الرياضة ما كان نهتموش بالأكل الصحي خاصنا نغيرو فكرتنا هل نشحل من حاجة المرض رافيفة وعيد مش بالضبط يكون كله سلبيات يحطيك فرصة لجولوس مع نفسك كتعيد ترتيب أوراقك كتشوف راسك وتنتاقد راسك كترجع اللور وتشوف راسك مزيان خاصنا نحاولو أي حاجة مرات في حياتنا نشوف الجانب الإيجابي وش حالة دي كنت قرأت واحد الكتاب على واحد الشخص كتير تفاؤل لدرجة أنه كان يقول إذا سقطت من ناطحة سحاب لظننت أني سأجد سريرا من ريش النعام ينتظرني في الأسفل وفعلا نرى نصف المرض إنما قلناش واحد تتعين في المئة منه كيكون السبب ديالو نفسي لذلك خاصك تحاول تعالج نفسك بنفسك وبشتة طرق الممكنة المهم لا تستسلم خصوصا من اللي كيكونوا ضيانين بك الناس كيحبوك كنت كنقول خاصة من صح مش على قبلي وإنما كي الناس محتاجيني وأكيد ما ننسوش فضل الدعاء والاستغفار والمرض ما هو إلا مغفرة الذنوب وفرصة كتبين مع الاستقعن بالناس ما ننساش المتتبعين ديالقناتي اللي كان أعتبرهم من العائلة كمية الرسائل اللي كان توصل بها سواء في القناة أو في الانستغرام الناس كيحبوك لله بدون مصالح ولا أهداف شكرا لكم جميعا ما ننساش خيركم ومرحبا أحتى بالناس الجدود يتبارك الله تزاده ولو أنا القناة كانت واقفة وما كان ديرش فيديوهات الناس تسمعوا غير صوتك وحبوك لله هذا من فضل ربي والحمد لله الناس والله مدمنين عليك ومشتاقين لرجوعك الحمد لله عودنا والعود وأحمد وإن شاء الله أفكر في كل ما هو جديد وأي شيء كيف يفيد المستمعين الأفاضل هنحاول نحط في قناتي بعيدا عن تفاهات اليوتيوب الحمد لله ولو أن تجربتي قصيرة في اليوتيوب إلا أن علاقة طيبة سواء مع المتتبعين وأنا مع أصحاب القنوات الأفاضل أكون للجميع كل احترام وحتى الذين نختلف معهم في وجهة النظر فالاختلاف لا يفسد للقضية دخلنا العالم اليوتيوب ماشي باش نقلبوا على المشاكل أو ندروا أعداء إنما نحن إخوة كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة أهداف مختلفة محتوى مختلف الأدسنس كي خلص كل شي علاش من حلبوش باباه كاملين وأي شخص بايدير قناة مرحبا به في الدعم المجاني ما كين لقي فوايا ولا بعشرة تحنا تزلنا من هدى المرحلة وكننا كن فرحوا شي حدي يدعمنا وما عمرنا نسينا الناس اللي يدعمونا جزاهم الله وعنا خيرا الأنستغرام ديالي كين في القناة مرحبا بأي شخص وبأي استفسار وبأي مقترحات أو أي مساعدة في مستطاع والله يتبط الآجر كنتم أن يكون هذا الفيديو خفيف ضريف على قلوبكم والشكر الدائم لكم أحبائي والله يحفظكم من هذا المرض لا ينجيكم إنسان ياخد الحذر ديالو ويحافظ على الصحة ديالو ما أمكن ويحافظ على الأكل الطبيعي وخاصنا دائما نحاول ندخل الأعشاب في حياتنا اليومية يعني نرجعو لذلك الطرق اللي كان عايشين بهالجدود ديالنا ورجعو للطب النباوي وأكيد الله سبحانه وتعالى غايش فينا من هذا المرض والحمد لله يعني إحنا مغاربة في الأصل الأكل ديالنا هو أصلا طبيعي غير والله تدخيل علينا هذا اللي صندويش والفاستفود يعني يعني الحمد لله رأى نسب النجاح والشفاء من هذا المرض في البلدان العربية لأكثر من البلدان الغربية لأن الأكل ديال هم كله فاستفود والله شفينا كاملين وشكرا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا